بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هل ظهور حمدتي الأخير هذا مقنع وهل هو فعلا ظهر أنا أقول لك ما زلت منيش مقتنع لماذا مش مقتنع أنا أقول لك ظهور حمدتي الحقيقة يعني ظهور طفيف جدا أنا أقول لك حمدتي لما ظهروا بهذا الشكل زدني شك في حقيقة الأمر لماذا لأن الفيديو فيه تقطيع كتير والتقطيع اللي موجود دوت ممكن تكون صور متاخدة من هنا ومن هناك من مناظر حديثة فعلا ولكن متركبة على منظر قديم ممكن كان حمدتي فيه تصوير معين وطبعا المخابرات الأمريكية بتلعب وعمالة تدور وتبحث عشان تتأكد إنه هما لما يجيبوا منظر محدش يقدر يكتشف إنه هو إيه إن هذا المنظر معاد في حقيقة الأمر لو هما عايزين يخرسوا كل واحد ويخلوا الناس فعلا تقتنع إن حمدتي حي هما الموضوع بسيط يطلع حمدتي يتكلم على انقلاب النيجر مثلا يقول إحنا ندين انقلاب النيجر يطلع يتكلم يقول أي حاجة من الأمور دي مش هتاخد منه ما يطلعش عم بلاش يطلع يعمل فيديو في المكان اللي هو فيه ويقول إحنا من دين انقلاب النيجر أو إحنا مع انقلاب النيجر أو يتكلم على أي شيء حديث حتى من غير ما يدين ومن غير ما يكون معه أو يكون ضد لكن لما يتكلم عن شيء حديث تؤمنت تقتنع إن هو فعلا إيه على قيد الحياء أو إن هو موجود أنا مش معنى كده بقولك إن حمدتي قتل ما تفهمش من كلامي هذا الموضوع لأن أنا قلت لك من قبل إن هو ممكن يكون بيعمل غياب طويل اللي حمدتي بهذا الشكل وبعد ذلك يجي ظهر ظهور مفادئ والأسباب كتير بقى وراء اللعب دي لكن مش عايز أخش فيها خلاصة لأنها أقوله لك يا أبو الشباب أن موضوع ظهور حمدتي غير مقنع بالمرة والسلام عليكم